طبعاً نحن الأيام دي عايشين امتحانات السنوية العام وبيوت كتيرة جداً طبعاً اللي فيها حد بيمتحن بتبقى عايش حالة كده من التوتر الشديد الطالب نفسه بقى متوتر الأب والأم نعالج ده ازاي وازاي نحاول نخلي حالة كده من حالات الهدوء والسكينة والاسترخاء في بيت في حد بيمتحن سنوية العام نقطة مهمة جداً وكويسة أشكر حضرتك أن انت تدرقت لها احنا عندنا شقين في شقة خاص بولي الأمر وده بنشوفه للأسف يعني في حاجة اسمها أو نقد أو مقارنة اسمها بنقول عليها أن هي مقارنة إيجابية أن أنا طول الوقت عايز ابني أو بنتي يكون ناجح فبقرنه بشخص تاني فطول الوقت ده بيعمل عب على الطالب وبيعمل استرس بيخليه هو مش قادر يقوم بالمجهود لأن أنا دايماً بقرنه بحد تاني فأنا بنصح ولي الأمر في حاجة اسمها مقارنة معيارية وفي حاجة اسمها مقارنة شخصية ابعد عن المقارنة الشخصية لو عايز تحفز ابنك ما تقرنهوش بشخص لكن قرنه بمعيار الإنسان اللي في ظروفك وفي وضعك وفي نفس مستواك المفروض يكون بيذاكر بالقدر ده المفروض يوصل للمستوى ده فأنا كده بقول له معيار عايزه يكون عليه مش بقرنه بعينه أو بشخص بعينه المقارنة دي من الحاجات المدمرة جداً اللي أنا أنصح كل ولي أمر بيقامل السلوك ده أو بيتماد فيه يبتدي يوقفه بالنسبة للشخص اللي عنده امتحانات في حاجة اسمها عندنا ألأ الأداء بما أن الحلقة عندنا عن التوتر والألأ في حاجة اسمها ألأ الأداء أحب أطمن الناس لو أنت عندك امتحان بكرة والآن ده شيء طبيعي جداً أنا خايف أن أنا أنسى كل اللي أنا ذكرته أنا خايف مجهود السنة كله يديع ألأ الأداء ده شيء طبيعي جداً أهم حاجة أبل الامتحان ممكن الاستيقاظ المبكر والنوم المبكر ده أمر مهم جداً وبيمنع التوتر وقلق الامتحانات بشكل كبير خلي معاك إزازة مية في الامتحان ابتدي اشرب منها اعمل تدريب اسمه تدريب التنفس العميط قبل ما تدخل الامتحان بساعتين ابتدي خد من الأنف شهيط بكمية كبيرة من الهوى احبس الهوى في صدرك لمدة خمس ثواني وطلع الزفير ببطء من الفم التدريب ده اسمه تفريغ انفعالي التدريب ده مهم جداً علشان الانسان يبتدي يستعيد تركيزه لان المخ بيتغذى على حاجتين غزى المخ هو الأكسوجين والكولوكوز فانا تغذية المخ بالكولوكوز ممكن الانسان يشرب مثلاً مشروب فيه جريفروت او يشرب برطقان الصبح ده هيفيده جداً تدريب التنفس ده بيشبع العقل بالأكسوجين او بيشبع أجهزة الجسم والمخ تحديداً بالأكسوجين فده بيخلي الناس أكثر هدوءاً واسترخاءاً أثناء الأداء ترجمة نانسي قنقر